السلام عليكم كانت منكم تكونوا كولكم بخير على خير ورمضان كريم اللي يدخلوا لكم الصحة والسلامة وباش ما تمنيتو وكنشكركم جزيل شكر على تفاعل ديالكم وتجاعتكم في ذاك الفيديو السابق شكر الله يجازيكم بخير وكنت منى تهد الفيديو تكتروا لي من التعليقات ومن لي لايك وشكر الله يجازيكم بخير اليوم ان شاء الله غادي نوجد معاكم تقريبا واحدة خمسة ديالوصفات غادي نديرو ثلاثات الحوشوات ديال البطاطة اللي وحدة كتنسيك في وحدة وغادي ندير غادي نتبرتجي معكم واحد القغطة اللي هو ساهل غادي لبطاطة والبشاميل غادي يعجبكم ويعجبوا ليداتكم وغادي نديرو تشيشة كيف ما وقتكم حس بزاف منكم اللي طلبوا مني الطريقة ديال تشيشة ديالي أنا اللي كتجي بنينة بزاف ومشيها رائعة أكتر من رائعة وما نسيتكمش في العشاء غادي نديرو الطنجية بالديالة ديال البقري ومصلة يعني الزيتون كتجي ماشية رائعة وبالنسبة للعاصر درت عاصر طبيعي مية في المية ومشيوا المقادير وطريقة تحتها غادي نبدو إن شاء الله بالعجين ديالنا عندنا جوج ديال الكسان ديال دقيق القمح الصلب اللي كيتسمى بالفينو معلقة كبيرة ممسوحة ديال الخميرة ديال الخبز عندنا واحد معلقة كبيرة ديال بودرة ديال حليب يمكنكم تعاوضوها بكاس ديال الحليب وجوج مع القبار ديال الزيت العادية جوج ديال الكسان ديال الماء اللي سيكون دافي هالطريقة غادي نبدو بالفينو واللو واللي كنعجنوه على هاتشكل باش كي يعطينا وحد النتيجة اللي هي زوينة بزاف كي يجي ملس وكي شرب الماء وما كي يجيش بطيبطات ديال وقاسحين صافيو كنضيفوا الإضافة ديال الطحين الأبيض أولا فورس اللي كنضيف معا من طبيعة الحل شوية ديال الملحة وكنجمع العجينة ديالي كتصبح على هاتشكل دخلت لي جوج ديال الكسان ونص ديال دقيق الأبيض الخاص بالحلويات فورس يعني في المجموع دي 500 كرام ولكن انا ضعوه بالتعاء باش غادي ندينو حد الكمية اللي هي كبيرة ديال البطيبطات صغار انا عطيتكم نصف الكمية حس بزافة البنات اللي كي بغوا يجربوا الحاجة وكي بغوا نصف الكمية نصف الكمية غادي تخرج لكم زي ما شي حاجة لي مزيان بالنسبة للبطيبطات اللي خرجت لي انا خرجت لي تقريبا ربعة وسبعين وحدة ديال البطيبطات صافي كان اخد المدلك وكان بده ندلك في العجين ديالي بعد ما حيت من هذاك الهواء اللي تكون وسط منها وخلي سار ساحة واحد خمسة ديال بقير صافي كانشكلها على هاتشكل اولا كانسر رحا على هاتشكل يعني ما تكون شغل صليضة وما تكون شقيقة وكنقطعها بالقطعها دائرية يمكن لكم تقطعها بالكاس يمكن لكم تقطعها مربعات يمكن لكم تديروا اللي بغيته صافي كانجمع ديك العجين اللي كانت بقى مكة ضيشرة كانجمعوها وكنخليوها تترتاح ونعاودوا ندلكوه ونكملوها كانجيبوه حد تويب ديال آه الخبز اللي كانشتوه وكنفرشوه وكنحطوه فيهم هذوك البطيبطات ديالنا وكنغطوه عليهم وكنخليوهم تقريبا عشرات ديال دقيقة إلا كان الجو بارد 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 بزر نقدر نخليوهم خمستاشر دقيقة كنخليوه المقلع بتاكد سخل كنحطو البطيبطات ديالنا يلا كيش تريوسهم كنقلبوهم بالنسبة لهذا الطيبطات رح ما فيهمش سكار حس فيهم الحليب الحليب راه كي يعطيهم ذاك اللوين وكيحمرهم واللي بغى تدير سكار يمكن لكم ديروا السكار ما يمكن بقوا دائما احنا سنقلبوا فيهم تكي تنفخو باش كيخوهم من الداخل وكيجوا خفاف حتادوا ديال التعمار ها انتم اكي ما كتلاحظو هاو ما كيتنفخو هاو مبدو كيتنفخو صافي مني كان نشوفهم طاب وتحمرو وهذاك الجهد ديال صافي كان حيدو وكنستمر بنفس كيفية كان نكمل بطيطات اللي عندي صافي والحاجة المهمة اللي غادي نقول لكم دائما مني كتحطوا ذوك البطبوط ديالكم وغطوا عليه يغطوا عليه باش كيرجع لي دك الصهد دياله وكيبقى لكم ارتب انتم مرة ارتب صافي غادي نقطع لكم باش شوفوه ومن طبعه الحال هاد البطيطاتي لكن تبغيتو تخزنوهم يكيلكم تقطعوهم وتخزنوهم في شي بلاستيك وديروهم في المجمد نهارتها تبغيوهم كتخليهم بتاكي تتلقوا وغادي تعمروهم كيجيو ساهلين صافي دابا مني كملتو غادي نقطع له وغادي ندوزو للحوشوات اللي غادي ندير غادي ندير لكم ثلاثة ديال الحوشوات اللي هما زوينين وبنان بنان بززاف غادي تشوفو معايا كناخدو واحد المقلة اللي كنديروها فوق النار كندير لها تقريبا واحد ربعات لمعالقة ديال زيت دائما تنقول لكم زيت يبقى على الحساب اللي كتبغيو انتم كنديرو جوج بصلات يكونوا كبار مقطعين شنان فعلات الشكل كنديرو شوية الملحة وكنبقا ونديو في ذيك البصلة ونجيبو تكت شحر وكتلق وكنزيدو شوية البزار صافي من بعد كنضيف واحد فلفل خضرة مقطع مربعات يمكن لكم الفلفل خضرة ما تضيفوهاش لما كنتوش كاتبغيوها ما تديروهاش صافي وكننضيف واحد جوج حبات ديال الطماطم اللي تكونوا كبار وكننقيهم كنحيد لهم الزرعة وكنقطعهم ومربعات ومن بعد كنضيف واحد تقريبا واحد جوج فصوص ديال التومة صافي من بعد كناخذ واحد المعالقة كبيرة ديال مركز ديال الطماطم اللي كنحلها شوية في الماء يلي خلط قدامكم وكنضيف هل هاد هاد الخضار ومن بعد كنضيف واحد المعالقة صغيرة ديال الهريسة معالقة صغيرة ديال الفلفل حمراء وعدنا نص مع القديل الكامون هادو هما التوابل اللي غادي نديرو صافي غادي نحيدو الحشوة اللولة وغادي ندوزو الحشوة الثانية غادي نضيف لها شوية زيتون وشوية ديال المعدنوس صافي وكنحطها ولكن ما نقوش لكم كي تجي هادي راب بنينة جربوا الياغة هادي ارا الفن الفن البن 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 يا سلام شي حاجة زوين الزاق عندما را شوفت نقول لكم الخبار شي تاليك او شي شي مضاق شي حاجة زوينة غادي ندوزو الحشوة الثانية كان ناخدو واحد المقيلة اللي كان ديرو فيها شوية ديال زيت سيس كي ما قلت لكم على حساب الرغبة كان ديرو حجوش بصلات مقطعين مربعات مليحة وبزار غادي نخليهم يتشحرهم زيان تاكي نزلو من بعد كان ضيفو حجوش في صوص ديال التومتال ثلاثة من بعد كان ضيفو جوج ديال الخيزوية صغار محكوكين في الحكاكة صافي كان خليهم تاكي نزلو كان نضيف ليوم واحد المعيقة صغيرة ممسوحة ديال ففلة حمراء شوية ديال سكين جبير كان حيضو من هاد المقلح تجاتني مضيقة وهادي ندير تقريبا واحد آآ ادي تلتميات غرام ديال الكفتا كان نضيف واحد المعيقة صغيرة ديال التوابل دايما سنقول لها لكم ديال التوابل ديال شوى اللي فيها شوية الكامون شوية القصبر يابس وشوية ديال السودانية من بعد كان نضيف لها شوية ديال بودرة ديال التوم وشوية ديال بودرة ديال البصال ومعيقة صغيرة ديال الفلة حمراء وشوية ديال المعدنوس صافي ومن طبيعة الحال واحد شوية الملحة باش كتجي بنينة صافي كنت فعلان نار وكنجيب ديك الخضراء اللي كنت شحرت قدامكم من قبل وكنخلطهم مع بعض اياتهم وكتجي هاد الوصفة تاني عاود هاد الحشوة كتجي مالك زوينة زوينة بزاف غادي ندوزو الحشوة الثالثة اللي ساهلة وزوينة وبنينة وغادي يبغي وغادي يبغي هو الرجال بزاف كنديرو الزيت ثم كنديرو حد درس ديال التون فقط كي تيش الدراس وكيعطي ديك الريحة ما نخلي وشتاكت كي يكحال او لي تحرق كنضيف لي السادي البيضات غادي نضيف لي السادي البيضات وغادي نضيف شوية الملحة وكن نحرك هاد البيضات كي يولي بحل شكل لومليك كنضيف ليه جوج معالق ديال القصبر او معدنوس جوج حكاك ديال الطون او لا جوج علب ديال الطون ديال ماطيشة بالنسبة لهادي الحوش وراك كنت درتها من هادي مدة تربع سنين راعب بنينة رجالتكم غادي يبغيوها معي القا صغيرة ديال الهريسة هادي كتجي المخ ديال كداب اللي ضاقة كي يسحابوا المخ غادي نضيفه ونصف معلقة ديال كامون وغادي نضيفه السادي الحباز ديال الفرماج صافيه غادي نخلط هاتشي مزيان مع بعض اياته هادي حوشوارا اللي ضاقة اراك كي يحمق على صافي من وجهة الحوشوات ديال كاملي غادي نبدأ ان شاء الله نعمرهم كتديرو تقريبا واحد جوج معالق صغار تال ثلاثة المهم عينكم ميزانكم على الحساب وكتعمروا مزيان وكتضغطو باش كيخرج باش كي يجيها كحال فمو بطبوط صافي وكتحطو غادي نكمل هاد الحوشوة خرجت لي عشرين حبة هاد الحوشوة وغادي ندوزو الحوشوة الثانية هذي الحوشوة اللي درت في اللول ديال الكفتة هادي الحوشوة ديال الخضار ديال البصلة وديال غادي ندرجو جمعي القاس صغار صافي وك نضغطو كتقابدو مزيان هنا يا صافي وكتحطو يعني شي حاجة لي طوب وزوينا هادي الحوشوة ثانية عود ثانية تهي نفس الشي عشرين حبة هادي ديال المخ اللي كتداب اللي كتجي تهي ماشي رائعة وحدة كتنسك في صراح كلهم اكتر من رائعين وغادي تجربوهم وبغيتكم تردوا لي الخبار داروري ما تردوا لي الخبار وما تنسونيش من دعواتكم وما تنسونيش من اللايك اللي بنايات اللايك اللايك ولي كومونتر وخات عرفو تكتبو غا غا دير واقلية بلي درتو كملت الحوشوات ديالي اللي كتشوفو على هات الشكل غادي ندوزو ان شاء الله غادي ندير واحد البطاطا انا ديم انت غا ديالي وقلت علاش لا ما نبارطجهاش معاكم واحد البطاطا السهلة سهلة سهلة بزاق. نشدو واحد طنجرة اللي كندير فيها الماء. ودير الزربة هادي دير الزربة. نقطع تقريبا البطاطا على حساب الكمية. نقطعهم دوائر ونحطهم بذك الماء وكنخليهم غاد شد دراس هالبطاطا وغاد رجع لها غاد ندوزو نديرو البيشاميل غاد نديرو السطر ودي الحليب جوج معالقة ديال الطحين على نار يعني باقي مشها علاش واحد المعالقة ديال الزبدة شوية الملحة شوية الغزار غاد نخلط ذك البيشاميل تاويه سهل ما كان شدش ندوه صافي البيشاميل وجد البطاطا هي وجدات كان نصفيها كان دوزو وكناخدو واحد المول وكنديرو اول حاجة طباقة ديال البيشاميل في الول في التالي كنديرو البطاطا وكنعاود ندير البيشاميل هاد الوقاية كنكون مشعلة الفران هي هاد المول سخون وبطاطا سخونة كل شي سخون غادي ندخله الفران كنشعل الفرفارة كيتحمر لي من الفوق ومن تحت صافي وغادي نخرجه يعني الساهل ولكن رعب بنين صافي وقد ضيفو حد الاضافة ديال شوية الفرماج وغادي تغطيه بالبشاميل وهذا هو الطبق اللي كيموت عليه وانتي كيموت عليه وكنديرو باستمرار اغلبية باستمرار وغادي علاش اللي ما نديروش لكم وفي الصحة والراحة تقدرو تزينو بشوية ربيع تزينو بشي حاجة انا ولدي كيبغي السامبل ما كيبغي فيه تشي حاجة اليوم انا غادي ندير عصير طبيعي كيما عارفي الخضرة كلها غالية اشنو اللي رخيص هو الليمون الليمون كيدير ثلاثة دراهم او للبرتوقال ثلاثة دراهم المهم اليوم تشهولي ياولادي بانه بغوا عصير ما فيه لسكر طبيعي كان خليت الاخر لحدة كان عصره كان ديرو شوية فتلاجة يبرد وكان قدموه بصحة والراحة يعني سهل ما فيه طبيعي وزوين وكيجي زي ما حلو بلسكر وفصحة والراحة غادي نبدو ان شاء الله بتشيشة ديالنا بزا منكم اللي طلبوها مني غادي نديرو طنجرة فوق النار كان ديرو تقريبا واحد اربعة المعالقة ديال زيت زيتون بصيلة صغيرة ليسا تكون محكوكة ولا مقطع رقيق جوج فصوص ديال التوم اللي تيكونوا مغصولين بالكشرة دياله واحد الحبة ديال الطماطم تكون كبيرة ومحكوكة في الحكاكة الغليظة اللي كان ضيف له واحد المعالقة كبيرة ديال مركز الطماطم وكان ضيف له واحد الكاس ديال الماء باش كان نخلط هديك الصلصة وكت تنساجم مع الماطيشة وهي اللي كان نضيفها لهاد البصلة كنضيفه التوابين عدنا سكينجبير لخرقهم البلدي اللي بزار وهذا هو الزعتر ومن طبيعة الحال الملحة وكان دير قصبر ومعدنوس والقصبر هو اللي تيكون غلاب وعندي شوية الكرافس بالنسبة لهاد الشيشة تقدرو تديرو فوحد المعالقة ديال السمن انا بغيت ان ديالها تكون خفيفة كنضيف لها تقريبا واحد جوج اطره ديال ما يكون غليان مزيان كنخليها فوق النار تكتغلى غادي ندوزو البلبولة ديال الشعير بالنسبة اللي بنات المبتدئات كنشدو ديك البلبولة اللي كتتكون شوية غليضة هادي كيلي مزيانة ما نديروش الرقيوقة وكنشدوها وكنغسلوها ماشي مرة ماشي جوج باش تجيكم ماشي تجيكم تقيلة باش تجيكم في الطياب ديالها خفيفة وزوينة ما تجيش مع الصدا غسلوها من دكن نشام زيان مرة وجوج باش تتبقى خفيفة وكتجي ديك البلبولة زوينة بزاف درت انا تقريبا واحد زلافة صغيرة ماشي كبيرة ماشي دوك زلافة كبار تقريبا واحد آآ كاس ونص تقريبا صافي كنخلي هاد الماراق ديالي التكيغلة مزيان وغادي نضيف ليه ديك البلبولة الغليضة وكنبقى باستمرار وانا كنحرك فيها تقريبا كتطيب على ديك خمستاشر دقيقة راهية كتكون موجودة كيما كتلاحظو را نقص منها شوية ديال المو هي طابت هي را كون ما جات خفيفة كتجي زوينة كتجي في الشربة ديالها زوينة بزاف وبزاف منكم اللي كانوا طلبوها مني دك شي لاش وجدتها لكم اليوم إلا تبعتو هالطريقة اللي عطيتكم مرة غادي جيكم فنة وماشية رائعة اكتر من رائعة زوينة بزاف ونيت فعلا كتجي خفيفة على الحريرة ديال ناحتي هي هاد شي اللي تنديرو هاد القوام را تماما بحل الحريرة غا هي الحريرة ما كنديروش في التومة وهادي كنديرو في التومة وهادي كاتجي خفيفة يعني صحية اكتر غا ندنزل عشان شاء الله اليوم تشهينا غادي نديرو اه الطنجية والطنجية غادي نديرها بهاد اه مهم عدنا المكوينة عدنا واحد المعلقة صغيرة ديال السمن نص حامضة مصيرة خمسة ديال فوسوس ديال التوم كنشدو الحامض را درتو هاد نصيص غادي نجيب نص الاخرطة هوا غادي نديرو كنديرو السمنة تكون ماشي حارة بزاف يعني حلوة هاد الحم ديالة ديال ديال العجل يعني عدي جوج ديالة ديال العجل مقطعين على هاتشكل كنضيفو واحد المعلقة صغيرة عامرة ديال القوزبر يا بس وتقريبا واحد نص كاس ديال زيت تال كاس اللاروب انا عدرت زيتون يمكن لكم ديرو اللي بغيتو عدنا واحد الكاس ديال الماء اللي كان غليهم زيان وكنديرو في شوية زعفره للحرطة وكنضيفو لهاد الحم وعدنا واحد المعلقة صغيرة عامرة ديال القوزبر اللا عفوا ديال كامون حبوب اللي كان حكو بني ديال ودك من الربع ديال الحم دراني كملتو دا بدرتو بالنسبة للماء الى كانت الكوكوت ديالكم كتحرق يمكن لكم تزيدو الماء بالنسبة لي انا هاد الكاس راه هو كافي غادي نصد على الكوكوت ديالي بعد ما حركتها والتوابل دازو في اللحيمات كاملين وغادي ندير النار مهيلا كنديرها في ديك البوطة الصغيرة ديال شحار ديال البراد وكن نقص لها النار كنخليها تكت صفر كنحسب لها خمسة ووربعين دقيقة بالنسبة لهاد ديالة راه طغير طابط محتاجش الوقت وانتوما على حساب الحم ديالكم مني كتقدوا الحم تتعرفوا الحم ديالكم وش كي يطيبوا للا الاضافة اللي ضفت لهاد طنجية ضفت لها شوية ديال الزيتون ديال الطار ديال المسللة اللي حيت منو العظيمات كي يجي وحد الاضافة اللي هي بنينة بنينة كنتمنى تجربوا هاد الوصفات وتردوا لي الخبار وتشوفوا المضاق وتبعوا طريقة من لولة الاخر باش كي يجي لكم دك الشي بنين ولكن انا ما نخافش عليكم تطبيق قديركم دايما كنشوفها في انستانجرام وكتفرحني كتفرحني بزاف لانكم كتديروا فعلا كتقولوا لي انا اول مرة كندير هاد الشي وكتجيبوها تبقى الاصل تفشكي يلتف بزاف الحاجة زيما كتفرحوني كتبانوا ماشي مبتدئات انما محترفات تصلى عن بيع لكم وتبرك الله عليكم وهذه هي العشوة ديال اليوم اللي هي خفيفة وساهلة وفي المتناول يمكن لكم اللي بغيتوا تديروا شليطة معها وبصحة والراحة وشكرا المشاهدة وعلى تعالقكم زوينة ورائعة وعلى اي حاجة للايك ديالكم وما تنسونيش من دعواتكم وشكرا الله يجزيكم بخير استودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله بسلام عليكم